اشتركوا في القناة للوقاية من تفشي فيروس كورونا وأوضحت أن هناك تنسيق كامل من الوزارة لوضع جميع السيناريوهات المتاحة لتسيير العملية الامتحانية وتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا وكانت دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل المثار حول عقد الامتحانات من عدمها بسبب كورونا قائلا سنعلن كل التفاصيل القاصة بإجراء الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية في إلغاء أو تأجيل الامتحانات إلى شهر مايو المقبل تحت أي ظرف موضحا أن العامل دراسي الحالي سيتم استكماله ولن يتم إلغاءه بسبب كورونا وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لابد من تقييم الطلاب في مختلف مراحل التعليم عن مناهج الترم الأول من خلال الامتحانات وهو أمر ضروري لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على مستقبل أبناءها الطلاب مضيفا أن الوزارة لن ولم تلتفت إلى الإشاعات الهدامة وهناك عشر إجراءات جديدة ستنفذها المدريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لمواجهة كورونا خلال الامتحانات وهي واحد مخاطبة الجهانة المعنية بفضل أسواق المحيطة بالمدارس وعدم السماح للبيع الجاهنين بالتواجد في محيط المدرسة أثناء وبعد الامتحانات اتنين تخصيص غرف عزل باللجان الامتحانية لتقديم الدعم لأي طالب أو مراقب امتحان بيشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم تلاتة تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد انتهاء الامتحانات أربعة قياس حرارة الطلاب قبل أستماح لهم بدخول اللجان الامتحانية للإتمئنان على صحتهم خمسة منع تواجد أولياء الأمور الطلاب بمحيط اللجان الامتحانية بسبب كورونا ستة إلزام جميع الطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية طوال زعات الامتحان وعدم نزعها حفاظا على أرواحهم وسلامتهم سبعة توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بجميع المدارس تمانية تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة أو لجنة امتحانية لعلاج الحالات المرضية المفاجئة تسعة تخفيض أعداد طلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحد بحد أقصى 15 طالب لتحقيق التباعد الجسدي بين التلاميذ عشرة زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس وخاصة دورات المياه التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب ترجمة نانسي قنقر